موسيقى نظمت بلدية سبراتا حملة توعية لحث المواطنين على التسجيل في الانتخابات بإشراف مكتب الدائرة الانتخابية الزاوية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتضمنت الحملة توزيع مناشير توعية عن كيفية التسجيل في سجل الناخبين إضافة إلى توزيع مطويات تضم المراكز الانتخابية بالدائرة الانتخابية الزاوية الممتدة من مدينة الزاوية إلى راس جدير نظم فرع صندوق الضمان الاجتماعي ببلديتي غريان ومزدة صباح الثلاثاء الملتقى الثالث لمسؤولي الشؤون الضمانية بالقطاعات تحت شعار مسؤولي الشؤون الضمانية صلة وتواصل بقاعة الشهداء بمدينة غريان وتضمن الملتقى عددا من المحاضرات التوعية حول دور التسجيل بالضمان الاجتماعي وأهميته والمنافع التي يقدمها الصندوق المضمون بالإضافة لمناقشة القضايا التي تواجه مسؤولي الشؤون الضمانية قام مصباح بن حريز وعطي الحواج بتأدية القسم القانوني كمختاري محلتي البازا ودواو الغربية الثلاثاء بديوان بلدية زليتن أمام أعضاء المجلس البلدي وذكرت الصفحة الرسمية للبلدية أنه قد تم تأدية القسم القانونية من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة شؤون المحلات كما أكدت أهمية دور مختاري المحلات في تسجيل أمور المواطن وتقريب الخدمة له انطلقت صباح الثلاثاء الحملة الوطنية لصحة الفم والأسنان بتنظيم اللجنة الوطنية للطب الأسنان الحملة تأتي بالتعاون مع المجلس البلدي مصراتة ومراقبة التعليم بالبلدية والعيادة المركزية لطب وجراحة الفم والأسنان وقد شاهد اليوم الأول زيارة لمدرستي الشعلة للتعليم الأساسي وشهداء الرئيسات للتعليم الأساسي وقد تم خلالهما الكشف على حوالي ثلاثمائة طالب وطالبة وقدمت لهم التوعية الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الفم والأسنان من قبل فرق الأطباء المشاركين في الحملة ومعميد بلدية سبها حامد الخيالي رفقة مدير الشؤون الإدارية بمكتب التعليم سبها ومستشار منظمة اليونسيف بزيارة لمدرسة تعليم الكبار والطلب المنقطعين عن الدراسة وذلك بمدرسة ذات النطاقين بمحلة المهدية في سبها وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الزيارة تأتي للوقوف على الصعاب والمشاكل التي تواجه المدرسة والطلاب والعمل لمعالجتها